بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد وديعة المملكة العربية السعودية واتفاقية الإمارات المتحدة لماذا تعزز دول الخليج شراكتها مع تركيا في هذا التوقيت الحساس بعد سنوات من التوتر شهدت العلاقات التركية السعودية الإماراتية تحسنا لافتا مع تحول أنقرة لساحة استقبال الاستثمارات من الدولتين وتجلت أبرز مظاهر الشراكة التركية الخليجية المستجدة مؤخرا في وديعة سعودية كبيرة واتفاقية شراكة اقتصادية بين تركيا والإمارات وقال الصندوق السعودي للتنمية في بيان يوم الاثنين ستة مارس أذار حول الوديعة السعودية إن المملكة العربية السعودية قررت إيداع خمسة مليارات دولار في البنك المركزي التركي واصفا القرار بأنه دليل على الالتزام السعودية بدعم جهود تركيا لتعزيز اقتصادها من جانبه ثمن وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباطي الخطوة وقال إنها نتيجة إيجابية لثقة إدارة المملكة العربية السعودية بالاقتصاد التركي وسبق هذا في يوم الجمعة تلاتة مارس أذار توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين تركيا والإمارات العربية المتحدة في مراسم افتراضية بحضور رئيسي البلدين رجب طيب أردغان والشيخ محمد بن زايد حيث أعرب أردغان عن ثقته في رفع حجم التبادل الثنائي إلى خمسة وعشرين مليار دولار خلال خمسة أعوام بينما أكدت حكومة الإمارات أن الاتفاقية ستحقق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية والطموحة كانت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردغان للسعودية في أبريل نيسان 2022 إذانا بطي صفحة الخلاف بين الرياض وأنقرة ثم زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تركيا في يونيو حزيران 2022 بينما حدثت خطوات مشابهة مع الإمارات عندما زار الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات تركيا في نهاية عام 2021 ثم استقبل أردغان في أبوظبي في فبراير شباط 2022 الوديعة السعودية في تركيا تذهب بالعلاقات لما هو أبعد من مجرد تهديئة التوترات رغم أن تحسن العلاقات بشكل لافت بين تركيا من جهة والسعودية والإمارات من جهة أخرى حدث خلل العام الماضي تحديدا ولكن كان زلزال تركيا وسوريا المدمر مناسبة أظهرت تضامنا شعبيا وحكوميا سعوديا وإماراتيا مع المأساة التي ضربت تركيا وإضافة للعفوية الشعبية والمواقف الإنسانية لمسؤول البلدين في ظل تقاليد خليجية عامة في دعم الدول المنكوبة بالكوارث أظهر رد فعل السعودية والإمارات على الزلزال أن الدولتين تراهنان على الاستثمار في شراكة طويلة الأمد مع أنقرة على الرغم من حقيقة أن النقاشات حول الوديعة السعودية والاتفاقية مع الإمارات كانت جارية قبل أشهر من زلزال 6 فبراير شباط وجاء الزلزال الذي قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن أضراره المباشرة وغير المباشرة قد تتجاوز 100 مليار دولار في توقيت حساس بالنسبة لأنقرة حيث سبق موسم الانتخابات التركية الأصعب منذ صعود حزب العدالة والتنمية للسلطة في عام 2002 لذلك تعتبر الوديعة السعودية والاتفاقية الإماراتية إشارة لا تقبل الشك حول توجه الرياض وأبو ظبي لتطوير العلاقات مع أنقرة وليس مجرد تهدئة التوترات حسب ما ورد في تقرير لمركز أسباب للدراسات السياسية والاستراتيجية ننتقل للسؤال التالي هل هي مرتبطة بالانتخابات التركية الرئاسية؟ بالنسبة لمعض المراقبين يقولون أن خطوة الرياض تحديدا لها أجندة واضحة قبل الانتخابات الرئاسية التركية في الرابع عشر من مايو آيار المقبل فهي تظهر أهمية أردغان من وجهة نظر ولي العهد السعودي والترحيب السعودي بإعادة انتخابه لضمان مضي التفاهمات التركية السعودية قدما خاصة أن الإقراض السعودي لتركيا لا يأتي مع أي قيود في الوقت الذي تشدد فيه الرياض شروط الاعتمان لدول أخرى متعثرة مثل باكستان ومصر وتونس والبحرين يمثل بعضها حلفاء مقربين للمملكة حسب مركز أسباب ويقول تقرير مركز أسباب أن القرار السعودي قبيل الانتخابات قد يشير في الوقت ذاته إلى أن الأمير محمد بن سلمان تعمد تنفيذ الاتفاق وعدم الانتظار لما بعد الانتخابات للتأكيد على أن الشراكة السعودية التركية هي شراكة بين دولتين ولا ترتبط بهوية الفائز في الانتخابات المقبلة وكانت وطيرة التطبيع التركي الإماراتي متسارعة وواضحة وبلغت حد استلام أبو ظبي دفعات من صفق الطائرات من دون طيار تركية والآن يمثل إضافة تركية لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تأكيدا من الإمارات على تمسكها الاستراتيجي بسياسة تصفير المشاكل القائمة على تعزيز الروابط التجارية مع القوى الإقليمية ما هي سمات الشراكة التركية الخليجية المستجدة في المقابل كانت وتير التعافي العلاقات السعودية التركية أبطأ لكن الآن بات واضحا أن تركيا والسعودية اللاعبين المهمين في العالم الإسلامي والمنطقة قد اتفقتا على أسس تطوير العلاقات في المدى المتوسط على الأقل ومن المتوقع أن نرى تدفقا في الاستثمارات السعودية ونشاطا أوسع في التجارة بين الجانبين بينما ستكون تركيا أكثر التزاما تجاه تلبية احتياجات السعودية الأمنية خاصة ما يتعلق ببرنامج التصنيع العسكري المشترك حسب مركز أسباب ومع هذا يقول المركز أنه سيكون من المبالغة النظر إلى الشراكة السعودية التركية الناشئة باعتبارها محورا أو تحالفا إقليميا صاعدا حيث سيظل التنافس الجو سياسي كامنا في علاقة البلدين خاصة مع الصعود الواسع للدور التركي في المناطق التي تعتبرها السعودية مجال نفوذها الأساسي في الشرق الأوسط وفي العالم الإسلامي حسب تقرير مركز أسباب عندما ننتقل إلى عملية تصفير المشاكل والتي بات جزءا من سياسة الدول الثلاث ننتقل إلى دوافع الرياض وأبوظبي لهذا التوجه هناك دوافع متعددة على الأرجح لهذا التوجه السعود الإمارات الجديد فهو على الأرجح جزء من توجه عام للبلدين يجري تنفيذه بشكل مختلف بينهما لتصفير المشكلات مع دول الجوار أو تقليلها على الأقل في حال إيران خاصة وهو أمر بدأته الإمارات مع طهران مع تبنيها أن نتعرضها لمناوشات وعمليات إيران العدوانية الغامضة يمكن أن تضر بصورة البلاد كمركز للسياحة والسفر والشراكات الأجنبية بالشرق الأوسط وهي أمور بدأت تسير في الرياض عبر تخفيف التوتر مع طهران وإجراء مفاوضات متباطئة ولكن مستمرة بين الجانبين بوساطة عراقية ولكن التحسن في العلاقات السعودية الإماراتية مع تركيا يبدو أنه يسير في اتجاه أكثر متانة مع عملية التهديئة الجزئية مع إيران المنافس المزمن للبلدين بالمنطقة والمجاور لهما مباشرة وهذا الدافع موجود أيضا لدى الجانب التركي الذي سعى بدوره لتخفيف التوتر بدوره مع معظم الجيران كما ظهر من الحماس التركي للتطبيع مع مصر بل وصل الأمر لإبداء الرغبة في التطبيع مع النظام السوري الذي كان خطاب الرئيس التركي حادا دوما تجاهه في ظل دعم تركيا الكبير للمعارضة السورية وفتح حدود بلادهم لتدفق اللاجئين الهاربين من القصف الإيران الروسي للمدن السورية بشكل جعل تركيا أكبر مستضيف للاجئين في العالم كما أن تركيا التي تعاني من عجز مزمن في الميزان التجاري وميزان المدفوعات تفاقم مع الحرب الأوكرانية جراء ارتفاع فطورة استيراد الطاقة هي في حاجة لاستثمارات وودائع الخليج وأسواقه الثرية إذن هل أسباب الخلاف الأساسية بدأت تخبو وظل القلق المشترك من إيران هو الذي يخيم على العلاقات هناك عامل ضئيل ورأى فقط عزيز الشراكة التركية الخليجية التي بدأتها أنقرة مع قطر وهي أسباب الخلاف التركي مع السعودية والإمارات بدأت تخبو فمنذ تولي حكومة حزب العدالة والتنمية الحكم في تركيا في مطلع هذا القرن عملت على إعادة توجيه بصلة تركيا التي كانت منصبة منذ الحرب العالمية الأولى نحو الغرب حصرا وبدأ أن من ثوابت سياسة حزب العدالة التأكيد على انتماء تركيا الإسلامي وعلاقاتها ودورها بالعالم العربي وتعزيز علاقتها التجارية معه عبر سلسلة من اتفاقيات الشراكة وحتى إزالة التأشيرات مع دول الشام والعراق وكان من بين أعمدة سياسة أنقرة العربية إن صح التعبير إقامة وثيقة مع دول الخليج ومنها الإمارات النشطة اقتصاديا والسعودية أكبر منتج للنفط في العالم وأكبر أسواق المنطقة وبلد الحرامين الشريفين كما لم تكن مواقف الدول الخليجية وتركيا مختلفة كثيرا تجاه صعود النفوذ الإيراني في المنطقة خاصة في العراق وسوريا وحتى اليمن رغم أن أنقرة حافظت على روابط اقتصادية وثيقة واتصالات دبلوماسية رفيعة وتنسيق عسكري وأمني مع إيران حتى في ظل تواجه حلفاء البلدين على الأرض في سوريا ولكن الخلاف حول الربيع العربي أثر على هذه العلاقة مع دول الخليج باستثناء الدوحة التي كان لها وجهات نظر مشابهة لأنقرة إذن الأولوية باتت للإقتصاد وقدرات أنقرة تتكامل مع الرياض وأبو ظبي كما أن الملف الاقتصادي بدأ يصعد كأولوية للدول الثلاث وهو أمر أفضى أحيانا لتنافس إبارات سعودي في ملفات عدة منها المنافسة على استضافة الشركات العالمية والتحول لمركز عالمي للسياحة وصناعات الطاقة والاستثمار الدولي وحتى حصص إنتاج النفط داخل أوبك بالنسبة للإمارات والسعودية يوفر الاقتصاد التركي رغم مشكلات الليرة التي استقرت منذ منتصف العام الماضي فرصا كبرى فهو اقتصاد كبير ومفتوح ولديه ميزات نسبية كبيرة في مجالات مهمة للدولتين مثل النقل واللوجستيات والمصارف والسياحة والصناعات الغذائية والمنتجات صديقة البيئة ننتقل لهذا السؤال الأخير لماذا يمثل الإسلاميون الأتراك صديقا طبيعيا للعرب يمكن افتراض أن هذه الأهداف والمصالح يمكن أن تتحقق للإمارات والسعودية مع حزب الشعب الجمهوري الذي ينافس زعيمه كملك الاشدار أغلو أردوغان على الرئاسة مع ملاحظة أن كلاشدار أغلو لن يكون منافسا أيدولوجيا لدول الخليج ومصر كما كان أردوغان في بعض الأوقات ولكن في الأغلب ما يعلمه قادة الخليج أن العلمانيين الأتراك كانت أنظارهم دوما موجه صوب الغرب فحسب ولا أحد غيره وهم لا يعرفون ولا يقدرون ولا يريدون الالتفاف للمنطقة العربية التي ستكون غالبا في ذيل اهتماماتهم إذا أمسكوا بزمام السلطة في أنقرة إن لم يناصبوها العداء كما لا يمكن إغفال أنه قد يكون الحماس الذي يميز حزب الشعب الجمهوري في التطبيع مع الأسد أمرا يقلق الرياض تحديدا خاصة أنه قد يتم بطريقة تخدم النفوذ الإيراني في دمشق ولا تراعي مصالح السعودية وقد يتسبب في أزمة إنسانية وإقليمية ولو نفذت أحزاب المعارضة التركية وعيدها بطرد اللاجئين السوريين من البلاد كما أن نهج أردوغان المتفاهم مع الرئيس الروسي بوتين جزئيا والمتحدي للغرب أحيانا يبدو قريبا من النهج السعودي الحالي وتركيا أبدت تضامنها مرارا مع الرياض في مواجهة الانتقادات الأمريكية والغربية ويعلم المطالعون على الشأن التركي أن إسلامي تركيا حتى لو اختلفوا مع قادة الدول العربية أيدولوجيا أحيانا فإنهم بحكم الجذور الأيدولوجية والتاريخية يكنون احتراما للعالم العربي خاصة السعودية التي لديها مكانة خاصة باعتبارها بلد الحرمين التي تتبنى الإسلام كنظام للدولة لكل الإسلاميين السنة في العالم حتى لو اختلفوا معها سياسيا في بعض الأوقات ولهذا فإن وجود حزب إسلامي في سدة الحكم في أحد أكبر بلدان الشرق الأوسط اقتصاديا وعسكريا يمثل رصيدا ثمينا للرياض ويسهل التواصل لشراكات فعالة أتمنى أن أكون قد صلط الأضواء معكم حول هذا الموضوع الهام والمتعلق بالانتخابات الرئاسية التركية حيث تناولنا هذا الموضوع تحت عنوان بعد وديعة السعودية واتفاقية الإمارات لماذا تعزز دول الخليج شراكاتها مع تركيا في هذا التوقيت الحساس أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو كما لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة